السلام عليكم ورحمة الله راح نتابع بالفصل 21 من كتاب يوسفوف طبعا كنا عم نحكي عن العمل مع القطاع السقيلة شفنا بهذا الفصل 5 مواقف جميلة جدا راح نتابع بخمسة مواقف اخرى طبعا هذا هو الموقف السادس 21 ستة فالان اللاعب الابيض عنده النقلة فشو رح يلعب عزيزي المشاهد مثل ما انك شايف عنده فيل قوي جدا ووزير ممكن هون يعطي كيش فايضا راح يكون هجوم قوي ولكن محتاج انه يفتح هذا الوطر للفيل فالحل بالنقلة القوية روك جي فور كيش طبعا تضحية بالقلعة طبعا اجباري لازم تاكل والان راح يكون في عنا بالاول كوين على الجي فايف كيش ليش ما منلعب الكوين على الاتش سيكس بالاول لانه هون عزيزي المشاهد اللاعب الاسود معه وقت انه ياخد الفيل وبالتالي يعني يكون الهجوم ها على هاد البيضق انتهى ولكن بالاول راح نعطي كيش فالملك اجباري راح يروح على الاتش ايت والان راح يكون في عنا كوين على الاتش سيكس وبالتالي صار في عنا تهديدين تهديد على الاتش سيفن وتهديد على القلعة الموجودة بالافايف والتهديدين يعني هنه كيش مات فبالتالي لا يوجد له ماحل طبعا هون استسلم لاعب الاسود لانه اكيد يعني راح ياكل كيش مات او يعني راح ياخر القيم قدر الامكان هذا هو الموقف السابع عزيزي المشاهد وقف الفيديو وحاولة تلاقي نقلة اللاعب الابيض طبعا راح نشوف تعاون رهيب بين قطع اللاعب الابيض الثقيلة القلعتين والوزير بهذا الموقف طبعا النقلة هون الاولى نقلة جميلة جدا وهي التضحية بالقلعة من خلال الدي فايف طبعا القلعة متهدد الوزير وقلعة الخصم لاحظ القوة طبعا هون اللاعب الاسود استسلم ليش لانه في عنا كيش مات يعني او راح يكون في عنا خسارة وزير فمثلا هون اذا اكل الوزير راح يكون في عنا كيش من هون واللاعب الاسود هون مجبر انه ياكل ما في غير اي نقلة ورح يكون في عنا كيش مات اذا الوزير تراجع على اي مكان مثلا على السي ايت راح ناكل كيش اجباري راح ياكل الان راح نعطي كيش من هون اجباري راح ياكل والان راح يكون في عنا كيش مات اذا اجا الملك لهون مثلا فرح ناكل الوزير في حال اكل بهي القلعة راح نعطي كيش من هون راح ياكل راح ياكل راح يجي الملك لهون ورح ناخد القلعة و ايضا الدور مرفي مثل ما انك شايف حتى لو اكل بهالقلعة رح يكون في عنا كشمات هون حتى لو غطى كش من هون رح يتطري غطي بالقلعة و رح نأكل هاي القلعة طبعا اجباري رح يأكل بالملك لانه هاي القلعة مربوطة و هيك رح يكون في عنا كشمات ف ايزا من وين ما تحرك رح يكون في عنا كشمات ربما هون الافضل انه يترك الوزير ويلعب القلعة على الاف ايت هون رح ناكل الوزير رح ياكل كوين جي فايف كيش روك على الجي سيفين وكوين على السي فايف يعني هذا افضل الموجود وطبعا اكيد متل ما نكشايف يعني الخسارة كبيرة رح ننتقل بالمواقف التالية عن الكلام عن اوضاع الكيش مات بالقلعة فهذا الموقف الان النقلة على اللاعب الاسود موقف جميل طبعا خلينا نشوف الحل هون الحل عزيزي المشاهد النقلة الاولى جي فايف طبعا هون الملك اجباري على الاف فور لانه اذا بنزل على ال اي تو او الاف تو فرح يكون في عنا طرقية لوزير مع كيش بي القلعة بالكشف وبالتالي يعني الدور صار منتهي لانه بعد الوزير رح ياخد القلعة فاذا هون الملك اجباري على الاف فور الان القلعة على الاف فايف تقلة قوية جدا التهديد جي فايف كيش لو اكل هاد البيدق رح يكون جي فايف كيش مات فاذا هون اجباري البيدق على ال اي فايف رح يكون في عنا رك على ال اي فور كيش طبعا هون اجباري البيدق على ال اي فور وهون رح يكون رك على ال اي ثري بدنا كيش مات وما في عنا اي دفاع ضد هاد الكيش مات فهون استسلام اللاعب الأبيض طبعا أفضل نقلة هي التضحية بالقلعة هون لحتى ناكل بالملك ونبعد الملك عن مراقبة هاي الخانة فرح يصير في عنا خانة للملك طبعا تأخير نقلتين ثلاثة ما أكتر فالآن رح يكون في عنا E7 طبعا الآن ترقية لوزير والوزير طبعا عم يهدد بكشمات مثلا إذا صار في عنا ترقية لوزير رح يكون عنا إكوين على C5 كشمات فالذلك هون رح يتقدم بالبيضق E5 لحتى يعطي خانة هروب للملك فالكوين على C1 كش الملك على E5 كوين على C5 كش والملك على F6 والآن كشمات بالقلعة من نفس المكان اللي كنا عم نهرب منه هذا الموقف التاسع عزيزي المشاهد وقف الفيديو حاولتلاقي نقلة اللاعب الأسود طبعا تكوينة جميلة جدا وكشمات جميلة جدا بأربعة نقلات وطبعا لازم تكون معروفة يعني هذا التكتيك لازم يكون معروف فالآن الحل هو النقلة الأولى النايت على G3 كيش طبعا لعب الأبيض عنده only move وهي HXG3 فالآن لدينا النقلة القوية روك على F6 وابدنا كشمات لا تحل وطبعا دور يعني انتهى بكشمات بنقلتين طبعا حتى لو أكل الوزير طبعا تضحية جميلة جدا بالوزير ولكن البيضق رح يجي محل الوزير هو كان بدنا من الوزير فقط مهمة وحده هي مراقبة الخانة G1 والبيضق بستطيع يقوم بهاي المهمة طبعا الآن بدنا كشمات ما إلى أي حل أي نقلة رح يكون في عنا كشمات الموقف 21 طبعا هون اللاعب الأبيض عنده النقلة فلعب نقلة جميلة جدا وهي الروك على F3 فهون اللاعب الأسود فورا أكل هالقلعة ما بعرف يعني عم أقول الكتاب وأنا أيضا عم أقول أنه معقول اللاعب الأسود يعني ما حسب شي يعني فكر أنه هاي القلعة هيك هدية مجانا من خصمه طبعا باعتبار أنه هاد البيضق مربوط فما رح نقدر ناكل الوزير فإذا هدية مجانية هل هي فعلا مجانية ما سأل نفسه اللاعب الأسود هالسؤال طبعا متأكد أنه حاول يفكر ويعرف شو سبب فما لقى أي شي عند اللاعب الأبيض لأنه ما شاف الكشمات الكشمات هون بالوزير كش طبعا الملك إجباري رح يكون على ال H5 والآن تضحية أيضا بالوزير كش فهون إذا بيجي الملك على ال H4 رح يكون في عنا كشمات فلذلك رح يقبل التضحية ولكن هون رح يكون في عنا كشمات بالقلعة فهذا هو الموقف الحاشر طبعا هون بعد هاي النقلة الأفضل هو الكون على ال E6 كش من هون الملك على ال H5 وربما رح على ال G3 فيه كتير نقلات بتحقق أفضلية نوعا ما على اللاعب الأبيض ولكن ما فيه كشمات فالموقف إداعش طبعا نقله هون على اللاعب الأسود هو موقف يعني تكتيكيا معقد شوي فخلينا نشوفه هون اللاعب الأسود لعب نقلة خرافية وهي القلعة على ال G2 طبعا عم يهدد أنه يجبي القلعة الثاني على ال G8 ومن ثم أكيد رح يكون في عنا كشمات من هون فلذلك هون اللاعب الأسود يعني ما عنده خيار تاني فلعب القلعة على ال G1 ليش؟ لأنه أخذ القلعة أيضا رح يسبب خصائر كبيرة طبعا رح يكون في عنا أخذ للوزير للبيضق H4 طبعا رح يكون في عنا تهديد بنتجة القلعة على ال G8 وكش ورح يكون هاي الكشمات القلعة على ال G1 وهون رح يكون في عنا كش فالملك على ال F1 الآن E3 وبدنا كشمات طبعا هاي كشمات إجبارية فالحصان فقط يعني لحتى يغطي الخانة ويكسب كم نقلة فرح ناخد الحصان الآن القلعة على ال G2 رح يكون في عنا كش من هون رح يغطي ورح يأكل كشمات أو حتى هون بدل أخذ الحصان ممكن الوزير يعطي كش من ال H3 أيضا هاي رح تكون كشمات إذا إجاء الملك لهون رح يكون في عنا طبعا كشمات إذا غطى بيء الوزير رح بالفيل رح ناخد وإذا غطى بيء القلعة رح نعطي كشبي الوزير وأيضا هاي كشمات يعني الكشمات موجودة وين ما كان فلذلك نرجع على الموقف من أوله فلذلك هون الملك ما أخذ القلعة حتى ما يدخل بهذا الخاط وإنما لعب القلعة على ال G1 فهون نقلة خرافية تانية وهي كشبي القلعة من ال H2 طبعا هون صار إجباري الملك لازم ياخد القلعة كوينتيكس H4 كيش الملك على ال G2 والآن بتجي القلعة الثانية على ال G8 كيش وطبعا إذا إجاء الملك على ال F1 رح يكون في عنا E3 وأيضا هاي كيش وتهديد بكشمات يعني صعب إنك تلاقي لحل طبعا شفنا إذا إجاء الحصان من هون فرح ناخده ورح يكون في عنا كيشمات تقريبا نفس الوضع السابق إذا إجت القلعة على ال G2 رح يكون في عنا كيشمات بنقلتين من خلال الوزير فلذلك هون بعد الكيش رح يكون في عنا الفيل على ال G4 فهي النقلة ما حللناها بالخط السابق اللي رح نرجع له فالقلعة رح تاخد والملك على ال F1 طبعا هون استسلم لعب الأبيض لأنه رح يكون في عنا كيشمات بعد أخذ البيضق F4 بالقلعة طبعا في عنا كيشمات إذا إجاء الملك لهون رح يكون في عنا كيشمات فالجباري بدك تغطي بالوزير رح ناخد الوزير وكيشمات بسبعة فهون استسلم اللاعب الأبيض فهذا موقف من أوله قلنا اللاعب الأسود لعب القلعة على ال G2 قلنا إذا أكل فرح يجي الكون على ال G4 هون شفنا نقلة القلعة على ال G1 فخلينا نشوف نقلة الفيل طبعا هذا أفضل الموجود رح يكون في عنا أفضل يكبير للعب الأسود بس ما رح يكون في عنا كيشمات الآن القلعة على ال G8 والقلعة على ال F2 الآن رح ناخد والآن الملك على ال F1 فرح يكون في عنا E3 طالبا القلعة فالقلعة على ال F3 والملك على ال H2 الحصان على ال E2 وكيش رح يجي الحصان رح ناكل الملك على ال E2 G2 كيش والملك رح ياخد ال E3 ورح ياخد الوزير رح ناخد ورح يجي الحصان على طبعا هون الكمبيوتر عمله الأفضلية زائد سبعة للاعب الأسود ونحن ما رح نتابع لأنه بهمنا فقط أنه الفكرة الكشمات اللي بالقلعة اللي شفناها طبعا رح نكتفي بهذا القدر رح نروح بالفيديو القادم على الفصل 22 وهو تحت عنوان التعاون بين القطاع شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله